اشتركوا في القناة او من الذي اتخذوا او اي مؤسسة عملت في القرار انما ايضا الحالة النفسية والحالة الزهنية جزء اساسي من هذه المسألة فالكتاب ده مستو انه فيه كتير من النميمة فيه كتير من القصص انكدوتس كده كتير اللي احنا لو ركبناها مع بعض تعمل قصة كاملة حلاق قصة كاملة احنا كنا عارفينها يعني اللي قاعد يتابع ترامب خلال السنتين اللي فاتت كل الكلام ده ما تستغربوش لانه حتى القصص الاساسية في الكتاب هي اللي اتقلت قبل كده يعني اللي هي التسجيل بتاع الان بي سي بتاع الحاجات اللي هو قالها على ولاده الشكل مش محتاج يعني حد يقولك انه هو جاب العيلة كلها حطها في البيت لابيض فكرة انهم ما كانوش مستعدين اساسا انه هو يكسب في الانتخابات انهم ما كانوش مستعدين انه هو حيكسب ولا حد كان مصدق هذا الموضوع بس ده ده يدي حرك فكرة شكلها ايه عن صناعة القرار في الولايات المتحدة امريكية دلوقتي ولأي درجة انا قدر اتقصر بيها يعني ما هتش فاهم حاجة لا هي انا فاهم مرعبة في ايد من لا يعني يحترم المؤسسية الضرورية اللي اتبنت عبر اجيال جوة الولايات المتحدة من جورج واشنطن لغاية اوباما التقاليد اللي اتبنت لصنع القرار لان بلد ما يبقى عندك بلد عندها حوالي 20% من الناتج القومي العالمي العالمي عندها مش عارف كام رأس النووي تبيد العالم عندها كل الساتيلايتس اللي هي بتشتغل عليها هي اللي عندها سيرفرز بتاعت كل حاجة احنا عاديين نشتغل عليها يعني بتتكلم عن حاجة مهولة تبقى في ايد شخص او مجموعة النظام اللي يتعامل في امريكا وفي الدستور الامريكي يتعامل عشان يتعامل على اخطار العفوية واخطار التلقائية هو ماشي بتلقائية دي هو ماشي بديه وواضح انه عنده مقاومة للتغيير في هذا الموضوع واللي كانوا معاه واللي جوابهم في الحملة الانتخابية ما كانوش مصدقين انه حينجح زيارن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة